السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه؟ ربك لكم تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله يا شباب هنشتغل قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب يلا بسم الله طيب قبل ما اروح وعلق معاكم يعني ايه اديشن وز رجروبنج خلينا نراجع مع بعض الاول اديشن وزاوة رجروبنج طبعا ايد او اديشن يعني انت بتعمل بلص كلمة اديشن يعني بيقولك ايد اجمعلي بيديلك two numbers ومطلوب منك ان انت تعملهم بلص تجمعهم مع بعض توصل للتوتل بتاعهم توصل للتوتل بتاعهم بص المسئلة كم كلمة قالت ايد وقالت توتل وقالت بلص كمان هقولك كلمة كمان سم الكلمات دي كلها لما تشوفها تبقى تعرف ان هو بيطلب منك بلص ايد متفقين الكلمات دي كلها بتوصلك ان انت عايز تحط two numbers دول مع بعض تجمعهم مع بعض طب الاساس بتاعك وانت بتعمل ايد انت بتعمل ايه يا ميس مطلوب منك حكتين طيب اللي هما ايه ان انت تحط ال digits بتاعتك تحت بعضها طبعا وبتبدأ من ال ones يعني لازم ال ones تحت ال ones وال tens تحت ال tens وال hundred تحت ال hundred المنظر اللي انت شايفه ده ولما تيجي تبدأ تعمل ايد بتبدأ من ال ones place بتبدأ من ال ones place متفقين طيب بس بأكد عليكم تاني السؤالين الاولانيين دول احنا بنعمل addition وزاوة regrouping انا برجع معاك حاجة انت عارفها هنبدأ من عند ال ones four plus three four plus three يميز ب seven two plus zero equals two one plus five يعني six وزي ما جمعت وانز بلاس وانز نزلت كتبت الناتج بتاعي تحت ال ones جمعت تنز بلاس تنز نزلت كتبت التنز او الناتج بتاعي تحت التنز جمعت هندرد بلاس هندرد نزلت كتبت الناتج بتاعي تحت ال هندرد انتفقين؟ طب نفس الكلام اهو هنبدأ من فين؟ من عند ال ones place eight plus zero equals eight five plus one equals six two plus one equals three بعد كده three plus two equals five ones plus ones واكتب الناتج تحت ال ones tens plus tens واكتب الناتج تحت التنز وهكذا بقى طول ما انت ايه ماشي في الاتجاه بتاعك كل two numbers تحت بعضهم بتجمعهم مع بعض يبقى انت ازبط النمبرز بتاعتك تحت بعضه المنزر اللي قدامك ده زي ما انا قلتلك كده اسمه add او addition وزاوة regrouping وزاوة regrouping امال لما الموضوع يدخل فيه بقى درسي بتاعي النهاردة اللي هو addition بص هيحصل ايه كده لما قللك five plus six five plus six equals eleven هو انا ينفع اجي في ال ones هنا ones لا اكتب eleven اكتب eleven هنا لا ما ينفعش هنا لما كنت بجمع eight plus zero فاداني eight one digit number فكنت باكتب ال eight كنت بجمع five plus one اداني six one digit number فكتبت السيكس لكن هنا لما جيت جماعة five بلاس السيكس اداني eleven والeleven ده two digit number ما ينفعش اكتبه امال بعمل ايه باكتب one and carry one up باخد ال one التانية بصوا كده ال eleven بتاعتي هي باخد ال one بتاعة ال ones واكتبها هنا اما ال one بتاعة التنز دي بروح اكتبها فوق هنا زي ما انتو شايفين عند التو نمبرز اللي الدور عليهم اللي انا هعمل لهم بلص دلوقتي وهبدأ اجمع من اول وجديد one plus one equals two two plus nine يعني eleven اكتب ال eleven كلها هكتب ال one والone اللي بعدها اروح اكتبها فين فوق بالمنظر ده اجمع معايا one plus two equals three three plus one يعني four الناتج بتاعك طلع ايه طلع four hundred and eleven المنظر اللي انت بتشوفه ده واحنا بنقول carry one up هكتب one واخد one اعمل له carry up اسمه regrouping اسمه regrouping انتفقين طيب الدرس بتاعك النهارده مش مطلوب منك بس ان انت تعمل regroup الحقيقة مطلوب منك في حاجتين مطلوب منك في حاجتين اللي هما لما يجي يدي لك سؤال ويقول لك add فهو عايزك تعمل add واتطلع لي الناتج الحقيقي وعايزك كمان تعمل استميط للaddens بتاعتك يعني ايه تعالوا نشوف هناخد نفس المسألة اللي قدامنا بقى دي one hundred twenty nine plus ninety seven وهنشوف احنا هنعمل فيها ايه بره هو عايز منك حاجتين زي ما انتو شايفين كده طيب اول حاجة add اجمع عادي خالص بقى بس خد بالك وانت بتجمع معايا دلوقتي ان احنا بنعمل add with regrouping ليه with regrouping عشان هتشوف اللي هيحصل بصوا كده طبعا هنبدأ من فين من الones place ones plus ones بصوا بنزبط ال numbers تحت بعضها ازاي طب يا مثل انت كاتبة هنا ال hundred وتحت ما فيش حاجة عادي يعني عادي في الاخر يظهر لك number ما عندوش hundred لكن الاساس لازم ال ones تحت ال ones التنز تحت التنز زي ما انت شايف كده طب هنا في hundred ما فيش تحته ما فيش مشكلة طيب بنبدأ الجامعة بتاعنا من عند ال ones اهو nine plus seven nine plus seven يميس equals 16 والكلام دوت انت هتبدأ تتدرب عليه انك توصل للنتج بسرعة حاجة بقى من الاتنين واحد هيبدأ يفكر كده بدماغه ويقول ال nine ناقص لها one هاخده من السيبن تبقى ten وبعدين ten و six يبقى 16 وواحد تاني هيفكر عشان يوصل للنتج بتاع الجامعة nine plus seven وهيقول لي يا ميس انا هاخد ال nine دي حطها في مخي وهقول nine in my mind وهعمل السيبن على صوابعي انا لسه بتعلم المشكلة لما عملهم على صوابعي كده وابدأ اقول after nine بعد ال nine اللي في مخي ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen fifteen sixteen في الحالتين وصلتلي ان ال nine plus seven equals sixteen six and carry one ايه up ما ينفعش اروح اكتب السيكستين كلها بكتب السيكس بصوا كده السيكستين هي كتبت السيكس اللي هو في ال ones نزلت كتبتها هنا والone دي رحت عملت لها carry up عند ال two numbers اللي تدور عليهم ان انا هجمعهم نبدأ نكمل الجامعة بتاعنا one plus two equals three three plus nine three plus nine يا ميس يعني twelve جبتها ازاي التويلف دي اخدت ال nine حطتها في مخي باخد ال number الكبير حطه في مخي بعدين اعمل السيكس على صوابعي كده وعد بعد ال number اللي في مخي اللي انا حطيته in my mind افتر nine ten eleven twelve يبقى nine plus three equals twelve two and carry one up ما ينفعش اكتب السيكستين كلها هنا كتبت two and carry one ايه up one plus one equals two المنظر ده اسمه addition with the grouping طب انا لما جمعت كده وصلت للناتج الحقيقي بتاعي في الجامعة يعني لما تجمع one hundred twenty nine plus ninety seven هيدي لك فعلا two hundred twenty six مطلوب منك ايه بقى الزيادة كمان دلوقتي مطلوب منك تعمل استميط لل two numbers اللي انت هتجمعهم وبيقولك وانت بتعمل اخد بالك بقى استميط دي قلتلك كلمات كده مفتاحية اللي هي يا اما يقولك استميط يا اما يقولك round قدر لي الاجابة كده اعمل لي round للنمبرز دي two the nearest hundred النمبرز اللي انت هتجمعها دي لو سمحت لو انت عملتلها round two the nearest hundred بصوا كده انا هعمل line من هنا كده بالمنظر ده وهعمل ساهمة تاني كده بالمنظر ده عشان اخد two numbers دول وابدى اعمل لهم round to the nearest hundred الناس الشطرة درس ال round اللي انا قلتلكم ده مهمة قوي nearest hundred يبقى انا عندي كم zero هيتطلع هنا يميز هيبقى عندك two zeros بالمنظر ده طيب ارح اعمل ال circle بتاعتي فين وال line فين ال circle هنعملها عند ال digit اللي ساكن في ال hundred وال line هعمله عند ال digit اللي ساكن جنبه على طول on the right هبدأ ابص فوق ال line بتاعي هو two ده بور ولا rich لا البور ده تبع البور digits مش بيدي حد حاجة يبقى ال one هينزل one يبقى انا لما اخدت ال number بتاعي one hundred twenty nine وعملت له round to the nearest hundred اديني approximately equals one hundred يلا ننزل على ال number اللي بعده 97 وعايز اعمل round to the nearest hundred يعني انا عندي two zeros ياميس مفيش number في ال hundred هنا عشان نحط circle عليه طيب مش ده المكان بتاع ال hundred ايوه حطيلي فيه circle وعمل اللي ال line على ال digit اللي جنبه بومنته السهولة وابدأ بص فوق ال line ال nine بور ولا rich لا ياميس ال nine rich معنى كده انه هتدي ال digit اللي في ال hundred one بس انا ما عنديش في ال hundred حاجة اعتبر عندك zero يا سيدي zero plus one equals one يبقى ال circle دي ما كان هينزل هنا ايه يا شباب one يبقى لما عملنا round two numbers بتاعنا two the nearest hundred شوف انا بأكد معاكم الكلام ازاي عشان اوصل تقدير كده لعملات الجامع بتاعتي اداني one hundred plus one hundred طيب one hundred plus one hundred equals ايه equals two hundred صح كده zero plus zero equals zero و zero plus zero equals zero one plus one equals two يبقى انا كده معايا الناتج الحقيقي للجامع بتاعي اد وعملت له estimate وصلت للاستيميشن بتاعي equals two hundred طيب سؤال اخير بقى لو بصت على two hundred twenty six اللي هو الناتج الحقيقي والناحية التانية two hundred ال numbers دي قريبة من بعضها ولا بعيدة عن بعضها لا اميز two hundred و two hundred twenty six نعتبرهم قريبين من بعضهم علشان كده بقول ان الاجابة بتاعتي مقبولة reasonable بصوا كده تحت هنا كتب لكم ايه the answer is close to the estimate answer يعني الناتج الحقيقي اللي انا وصلت له في الجامع ده close to يعني قريب من close to قريب من estimate يعني الناتج اللي انا وصلت له بعد ما عملت الاستيميش بتاعي يبقى الناتج الحقيقي بتاعي الانسر close to بصوا close to estimate الانسر بتاعي close to estimate بتاعي متفقين؟ عشان كده بقول so العملية اللي انا عملتها دية الانسر والاستيميش بتاعي reasonable 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 يعني مقبولة الشغل ده بالنسبة لي شغل مقبول تمام؟ طب ام بل ام تقول not reasonable ام تقول انها غير مقبولة؟ لو وصلت ان الاجابة بتاعتك وانت بتعمل الجامع مش قريبة من الاجابة بتاعت الاستيميش هتقول ده غير مقبول طب هو انا كل سؤال هعمل فيه add هعمل فيه estimate لو هو طلب منك يعني هو هيدي لك اسئلة يقول لك لو سمحت عملي estimate ساعتها هتعمل هيدي لك سؤال يقول لك هعمل add بس هتعمل add بس متفقين؟ نبدأ example number one يا شباب هو هنا بيقول لنا round the addend to the nearest given estimation العددين اللي احنا بنعمل لهم بلص دول بسميهم addends متفقين؟ number ده والnumber ده اسمهم addends نفس الكلام two numbers اللي بعمل لهم بلص اسمهم addends تمام؟ طيب هو عايزك round the addends اعمل round the numbers دي to the nearest given estimation للحاجة اللي هو طلبها منك في كل سؤال اللي بصوا كل سؤال لي حاجة معينة هو طلبها منك وكمان عايزك find the sum وكمان عاوزك تجيب لي sum المجموع الحقيقي بتاعهم احنا اتفقنا كلمة sum دي لما تشوفها يبقى انت معاك مسألة فيها بلص متفقين؟ طب تعالوا ناخد اول two numbers معينا يلا انا معي 30 four plus eighty eight صح كده؟ نكتبها برا كده وبعد كده حشد line عشان ابدأ اعمل plus حطيت ones تحت ones وتنز تحت tens متفقين؟ يلا four plus eight four plus eight equals twelve equals ايه؟ twelve مش هكتبت twelve كلها بكتب two and carry one up ابدا اجمع one plus three equals four four plus eight equals twelve بص كده لو كتبت two قلتلي هعمل carry one up هنا ما هو كده كده مفيش حاجة تحتها علشان اجمعها عليها فهنا ينفعك تبت ويلفو كلها على بعضها لو كتبت الone هنا ورجعت قلتلي هنزلها مفيش مشكلة المهم ان انت تبقى فاهم امتى بعمل carry one up وابدا ازودها على ال numbers اللي تحتها وامتى ممكن تكتبها على طول ما هو مفيش حاجة تحتها هنا اقول carry one up متفقين؟ طيب دي اول حاجة انا كده جبت ايه؟ جبت الصم بتاعي ده المجموع جبت الايه؟ الصم بتاعي طيب تعالوا بقى نعمل round to the nearest ten لل two numbers اللي معي addens بتاعي اهو هعمل السهم بتاعي كده اهو واجي السهم بتاعي اهو خلاص؟ وانا بقول لك round اهو two the nearest ten ten يبقى انا هنا هجيب استميت هجيب ايه؟ هجيب استميت التأجير بتاعي بقى للجامعة ده طيب اول ما تسمع كلمة ten بتعمل round to the nearest ten يبقى الرقم اللي هيطلع او النمبر اللي هيطلع معاك هنا عنده كام زيرو؟ عنده زيرو واحد بس وهروح عند الديجيت اللي ساكن في التنز وعمله سيركل واللي جنبه انظر اتعمل اللاين بتاعي كده وهبص فوق اللاين لقيت فور الفور ده بور ولا ريتش بور مش بيدي حد حاجة يبقى السرير اللي جوه السيركل هينزل كده متفقين؟ نفس الكلام هه ايه دي السيركل بتاعتي ويدي اللاين وهنا ايه دي الزيرو بتاع ايه؟ التن بعمل round to the nearest ten يبقى مبدئيا كده هتحطي لي zero متفقين؟ هروح ابص فوق اللاين عندي ايت؟ القيت ده بور ولا ريتش؟ لا ريتش هيدي للقيت اللي جنبه وان ايت بلاس وان يعني ناين وابدأ شد اللاين بتاعك كده ويجمع يال ويدي بلاس zero plus zero equals zero three plus nine يعني 12 حسبتيها ازاي يا ميز؟ خدت الناين حطيتها في مخي nine in my mind وعملت three on my fingers على صوابعي كده وقلت after nine بعد الناين اللي جوه مخي ten eleven twelve متفقين؟ طبعا لو كتبت two وقلتلك carry one up مفيش حاجة تحتها عشان تجمع ال one عليها فسهلا قوي ان انت تقولي هكتب التولف كلها على بعضها متفقين؟ طب هنا فيه الناتج بتاع الجامعة بتاعي one hundred twenty two وهنا الناتج بتاع the estimation بتاعي one hundred and twenty ايه رأيكم one hundred twenty two close to one hundred twenty ولا not close to قريب منه ولا مش قريب يا ميز close بص is close two النمبر ده قريب من النمبر ده عشان كده بقول ان الناتج بتاعي the answer is reasonable مقبول الاجابة بتاعتي مقبولة two numbers هم قريبين من بعض one hundred twenty two one hundred and twenty فالاجابة بتاعتي reasonable متفقين؟ طب يلا السؤيل اللي بعده طبعا الكلام دوت لازم نطلع المسائل برا ويبقى معانا قراسة ونبدأ ننقل الاسئلة ونحل بقدينا متعتمدش ان انت شفت كده الميز عملت ايه وفهمت لأ مسك مسألة زي كده وخدها برا وابدأ حلها بنفسك انا معي six hundred fifty eight plus one hundred thirty five او one hundred thirty five حد واخد باله ones تحت ones tens تحت tens one hundred تحت hundred الاساس بتاعك وانت بتزبط الايه النمبرز بتاعتك اللي انت هتعمل لها eight يلا نبدأ ال eight بتاعنا بنبدأ في رمزة right من ال ones بليز بتاعي متفقين؟ طيب معي eight plus five eight plus five equals thirteen حسبتها ازاي بصي اخدت من ال five two زودتها على ال eight فبقت ten وقلت ten plus three يبقى thirteen برافو واحد تاني قال لي اخدت ال eight وحطتها في مخي قلت eight in my mind وعملت ال five على صوابعي وبدأت اقول after eight هيجي nine ten eleven twelve thirteen في الحال تن وصلنا الكلمة thirteen هنكتب three and carry one up بالمنظر ده نبدأ من هنا بقى one plus five equals six six plus three nine بعد كده six plus one seven يبقى النتك بتاعي كان seven hundred nine ten three زي ما انتو شايفين طب ده بالنسبة لكلمة add مع اي حاجة تانية اللي هي استمت معي الحاجة التانية بتاعتي اللي هي استمت طب انت عايز نعمل round two zanierist ايه one hundred طب متفقين هعمل ساهمه الساهم الاولاني للنمبر بتاعي واجي الساهم التاني للنمبر التاني متفقين طيب ونبدأ بقى two zanierist one hundred طيب يا ميسيب انا عندي two zeros هينزله بالمنظر ده وهروح اقف عند الهندرد بليس وعمل circle وعند الديجتال اللي جنبه على طول on the right اللي لازق فيه من ناحية ال right هعمل line هبص فوق اللاين الفايف ده poor ولا rich rich يبقى هيدي للديجتال اللي جوه circle one one plus six equals seven يبقى لما يكون معاك six hundred fifty eight وتعمل round two zanierist one hundred هيدي لك seven hundred يلا اللي بعده ادي two zeros اللي انا بعمله round two zanierist one hundred وادي circle وادي line هبص فوق اللاين لقينا three three or rich poor مش بيدي حد حاجة يبقى الديجتال اللي جوه circle هينزل يبقى انا معايا one اجمع يلا zero plus zero 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 plus zero 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 seven plus one eight طلع لي eight hundred طيب ايه رأيكم لما يكون معاك في ناحية seven hundred ninety three والناحية التانية الاستميشن بتاعها eight hundred النمبرز دي قريبة من بعدها ولا بعيدة يميش seven hundred ناين تسري قريبة من ال eight hundred is close two قريبة قريبين من بعض ده seven hundred ناين تسري يميش ناقص لها بس seven وتبقى eight hundred قريبين بص عشان كده كتبتلك is close two قريبين من بعض ومدام هم قريبين من بعض فبقول the answer is reasonable الاجابة بتاعتي مقبولة متفقين some بتاعي some يعني الناتج الحقيقي لما بعمل add وهنا هو بعمل estimate estimation بعمل round to the nearest hundred زي ما هو طالب مني متفقين يلا الدور عليها معايا five thousand one hundred ninety five plus three thousand seven hundred sixty one مهم قوي بصوا احنا بنكتب النمبرز بتاعتنا وانزة تحت وانزة تنزة تحت تنزة تحت حافظنا وبنبدأ من عند الوانز بلاس ونقول نجمع يلا five plus one equals six طيب nine plus six nine plus six equals fifteen جبتها ازاي يميس قلت ان السكس دي جواها في five plus one اخدت الوان زودته على ال nine فقلت بقى معايا ten وتن بلاس ال five يعني fifteen ادي five and carry one up واحد تاني قال لي حطيت ال nine قلت nine in my mind حطيتها في مخي وبدأت اعمل six على صوابعي وقلت nine وبعدين بدأت اعد بعدها ten eleven twelve لحد ما وصلت للfifteen بروفو عليك اللي عمل كده صح واللي عمل كده صح المهم ان انت توصل للاجابة صح وفي واحد خلاص بقى اعرفهم اول ما يسمع nine plus six يقول لي fifteen طبعا بروفو برضو نبدأ نكمل one plus one equals two plus seven يعني nine بعد كده five plus three equals eight خلصنا الاولانية يلا نجهز السهمة بتاعتنا عشان نشوف المرة دي عاوزك تعمل استميط لفين تعالى نشوف كده هو بيقول عمل لي round to the nearest one thousand round to the nearest one thousand اهو هنا هو في استميط بقى خلاص كده طيب وان ساوزند يعني عندك كم زيرو عندي سري زيروز هنزله وبعد كده هروح اقف عند الديجيت اللي موجود في الساوزند واعمل سيركل خلونا نغير اللون واعمل لين عند الديجيت اللي جنبه على طول وبص فوق اللين الوان ده بور ولا ريتش بور مش بيدي حد حاجة يبقى الفايف هتنزل فايف نفس الكلام round to the nearest one thousand ادي سري زيروز نزلتهم وادي السيركل وادي اللاين هنبص فوق اللاين بتاعنا في سيفن سيفن بور ولا ريتش ريتش هيدي للسري وان وان بلاس السري يعني فور طبقا معايا فايف ساوزند بلاس فور ساوزند زي ما انتو كده ايه شايفين طبعا زيرو بلاس زيرو زيرو وزيرو بلاس زيرو هينزل الزيرو فايف بلاس الفور يعني nine طالعليoine ساوزند طيب ايه رأيكم في اللا معايا دلوقتي الناتج الحقيقي للجمع والناتج بتاع الاستيميشان بتاعنا معايا هنا اتساوزند ناين هندرد ففتي سكس والنهية تانية معايا ناين ساوزند قريبين من بعض ولا بعاد لا ميزدى قريبين اتساوزند ناين هندرد ففتي سكس قريب طبعا من الناين ساوزند ده يعني ده is close to قريبينهم متفقين يبقى is close to ومعنى كده ان الاجابة بتاعتي مقبولة the answer is reasonable الاجابة بتاعتي مقبولة reasonable متفقين احنا كده خلصنا example number one كله الكلام ده لازم نحله بأدينا يا شباب ناخد المسائل برة ونبدأ نجمع ونوصل للناتج الحقيقي بتاعنا وبعدين نبدأ نعمل الأسهم بتاعتنا ونقول estimate ونبدأ نعمل estimation بتاعنا مش كل المسائل هيبقى مطلوب منك فيها estimate ان انت تعمل estimation متفقين ولكن لو لقيتها مطلوبة منك على طول تعملها واضحة الفكرة example number two ده يا شباب انا بس هعلق عليه مش هحيله قدامكم لان هي فكرة وهفهمها لكم هو بيقول estimate using rounding to the nearest عايزك تعمل estimate بانك تعمل round بصة بقى مرة to the nearest ten thousand يعني هتاخد two numbers دول هتبدأ تعمل لهم round مرة to the nearest ten thousand وتجمع ومرة تانية تاخد two numbers دول وتعمل لهم round to the nearest thousand وتجمع بصوا لما عمل round to the nearest ten thousand جمع ولما عمل round to the nearest thousand بدأ يجمع تمام ومرة تعمل round to the nearest hundred لل two numbers نفس the two numbers يميس ايوة نفس the two numbers تعمل لهم round to the nearest hundred وتجمع ومرة هتعمل round to the nearest ten وتجمع وتشوف بقى مين منهم مين من الاجابات اللي هتطلع قدامك دي close to our reasonable مقبولة بالنسبة لما تعمل exact answer لما تعمل exact answer exact answer يعني تعمل بقى الصم تجيب الصم بتاعك توصل للناتج الحقيقي تاخد two numbers بتوعك من غير ما تعمل round وتجمعهم متفقين وشوف بقى مين اكتر اجابة اكتر اجابة في الاربع اجابات اللي انت وصلت لهم وانت بتعمل round قريبة من الناتج الحقيقي بتاعك متفقين يعني انت بعد ما هتجمع وانت بتعمل round to the ten thousand وانت بتعمل round to the thousand وانت بتعمل round to the nearest hundred وانت بتعمل round to the ten nearest ten هتوصل ان انت هتعمل الاجابة الحقيقية بتاعت السؤال بتاعك exact answer هتاخد two numbers وتجمعهم وتبدأ تقارن الاجابة الحقيقية دي بين الاربع اجابات اللي قدامك اللي فيهم استمت متفقين وشوف بقى الاجابة الحقيقية دي اقرب لمين من الاربع اجابات دول وطبعا لما هتيجم تشوفوا هتلاقوها اكتر كوربا اوكي نيرست تن راوندينج اوكي يعني هتلاقوها اكتر اجابة قريبة لها لما انا كنت بعمل round to the nearest ten هتلاقي ده الاجابتين دول الاجابة بتاعت لما عملنا round to the nearest ten قريبة للاجابة الحقيقية متفقين؟ ده اللي مطلوب منك في السؤال طبعا ممكن ناخده برا ونود نحله ممكن نعديه خلص لان مش هينزل لك نفس the two numbers ويقول لك اعمل لي مرة round to the ten thousand ومرة round to the thousand مش هيتلب منك كل الخطوات دي هيتلب منك حاجة محددة مع two numbers تعمل لها round وتوصل لاستميط خلاص زي ما عملنا في example number one متفقين؟ طيب نبدأ نبص على check your understanding منتغه السهولة هتوقف الكاميرا الاول وتحل بنفسك وبعد كده ارجع قورن الحل بتاعك بالحل بتاعي زي ما بنعمل اوكي؟ طيب هو هنا السؤال الاوليني بيقول find the sum with regrouping عايز السم طبعا سم يعني بنعمل ايه؟ بنعمل plus خد بالك هنا ما طلبش منك لا تعمل round ولا تعمل اي حاجة هنا مطلوب منك find the sum متفقين؟ طيب ببدأ بقم من الones بليز بتاعي one plus nine ten zero and carry one up one plus seven eight eight plus eight sixteen six and carry one up one plus five six six plus nine fifteen five and carry one up one plus three four four plus two six يبقى دي اول اجابة معايا six thousand five hundred and 60 يلا اللي بعد ها نقرأ ال numbers يلا نقرأهم مع بعض seventy four thousand three hundred ninety eight plus 68 thousand six hundred twenty two هنبدأ من عند الones eight plus two ten zero and carry one up one plus nine ten ten plus two يعني twelve two and carry one up one plus three four four plus six ten zero and carry one up one plus four five five plus eight يعني thirteen three and carry one up one plus seven eight eight plus six يعني طبعا هنا الفورتين هكتبها كلها لان ما عنديش تاني اجمعها هنا فقول لك عندها تمام كده طب يلا اللي بعدهم هنا زي ما انتو شايفين كده هو كاتب لك جنب بعضها ومشتحت بعضها مفيش اي مشاكل برضو هبدأ وانز بلاس وانز بلاس وانز انتفقين طيب يعني تن zero and carry one up one plus five six six plus zero يبقى six بعد كده three plus nine يمش three plus nine يعني twelve two and carry one up بعد كده معي one plus seven eight ومفيش حاجة عندي هنا في الساوزند عشان اجمعها عليها فهكتب له تمام يلا اللي بعده هم نقرأ النمبرز يا شباب يلا معي ففتي فور ساوزند تو هوندرد سيرتي ايد بلاس ففتين ساوزند سيفن هوندرد سكستي تو زي ما انتو شايفين كده نبدأ من عند الوانز ها ايد بلاس التو ten zero and carry one up one plus three four four plus six ten zero and carry one up one plus two three three plus seven ten zero and carry one up بعد كده one plus five six six plus five eleven متفقين السؤال اللي بعده يا شباب هنا بيقول find the exact sum exact sum يعني الناتج الحقيقي تجمع لي two numbers بجد بعد كده بيقول estimate using rounding كمان لو سمحت عمل لي estimate بان انت تعمل round تمام هو كاتب لك فوق الاسهم هو عايزك تعمل round للنمبرز بتاعتك to the nearest e تمام بعد كده شوف بقى close to ولا not close to or reasonable or not reasonable زي ما هنشوف اوكي طب نبدأ الاول نجيب exact sum النتج الحقيقي معي three hundred nine ten plus six three يلا nine plus three twelve two and carry one up one plus one two two plus six eight وهنا عندي three هتنزل مفيش تحتها حاجة اجمعها معيها طيب هو عايزك تعمل round to the nearest one hundred يبقى انا عندي two zeros هينزله هروح عند الهندرد واعمل circle واجي اللاين على الديجت اللي جنبها على طولة بص فوق اللاين يلا عندي one بور ولا ريتش بور مش بيجي حد حاجة فهنا هينزل three無数 نفس الكلام round to the nearest one hundred ادي two zeros بتوعي هروح عند الهندرد واعمل circle واجي اللاين بتاعي طيب فوق اللاين بتاعي عندي 6 وال6 ده بور ولا ريتش يبقى هيددي للديجيت اللي جوه عنديش حاجة جوه يبقى هنزل ال1 معي 300 الكلام ده 400 ايه رأيكم لما يكون عندك 382 النحية التانية 400 ولا نوت لا يبقى هكتب له الاجابة بتاعتي مقبولة متفقين? يلا اللي بعده ها الاول هنوصل بتاعتنا الاجابة الحقيقية طيب نبدأ من تمام كده؟ تمام كده؟ طيب يلا يعني هتكتب عندها كم زيرو؟ 30 وحاجة عند 1000 بلس وعمل circle ويجي اللاين ابصى فوق اللاين ها لقيت 7 7 دابور ولا ريتش ريتش يبقى هيددي لل2 1 بلاستو يبقى 3 يبقى 2723 لما عملتلها راوندتو زانيرست 1000 ادتلك 3000 نفس الكلام ها اجي 30 هم وهروح عند 1000 بلس وعمل circle ويجي اللاين نبص فوق اللاين يلا التبور ولا ريتش بور مش بتجي حد حاجة يبقى 3 دي هتنزل اجمعلي 3000 بلس 3000 هيتدي لك 6000 0 بلس 0 بلس 0 و0 بلس 0 بلس 0 و0 بلس 0 بلس 0 و3 بلس 3 بلس 6 ايه رأيكم 6000 والنحية التانية 6000 قريبين ولا مش قريبين من بعض قريبين يا مس يبقى is close to يبقى the answer is reasonable الاجابة بتاعتي مقبولة اجابتي مقبولة exact sum close to estimation بتاعي متفقين طب يلا اللي بعده ها نبدأ نوصل للا exact sum بتاعي 5 5 plus 1 6 متفقين طب round to the nearest 10,000 10,000 يعني عندك كم 0 عندي 40 يلا نكتب له 40 بعد كده تعالى بقى هنا عند 10,000 بلس وعمل circle واجي line بص فوق line 2 اخبارها ايه بور ولا ريتش بور مش بتجي حد حاجة يبقى الفور هينزل نفس الكلام round to the nearest 10,000 هنزل عند النمبر التاني بتاعي وابدأ احط الفور zero كده وعند 10,000 اعمل circle واجي line عند الديجت اللي لازق فيها على طول on the right فوق اللاين بتاعي في 7 طب ال7 ده بور ولا ريتش ريتش يبقى هيدي للديجت اللي جو circle 1 1 plus 1 يعني 2 اجمع كده اميز بص انت مش حطيتي الزيرو فوق الزيرو او دي غلطة مني بصوا المنظر مش لطيف ازاي يبقى انت لازم تبقى مركز اوي 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 وانت بتجمع دلوقتي عشان ما تطلعبتش انا معاي three zero زهما عملت الكومة بتاعتي وعملت الكومة التانية بعد three zero بصوا المنظر ده انا مش عايزك تقع في الغلطة دي وانت بتحل انا عايزة بتاعتك تبقى موجودة فوق بعضها بالزبط زي ما كنا عاملين هنا عشان لما تيجي تجمع الموضوع يبقى بسيط عموما انا معايا zero 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 وصلت للكومة نزلت اهو zero 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 six انا ما تلغبطش الحمد لله لكن انت زبط الاجابة يعني انا ما تلغبطش وانا بكتب الناتج لاني واخدى بالي لكن ولادنا الصغيرين لو ما زبطوش الدجتس فوق بعضها بالشكل ده ممكن يتلغبطوا متفقين طيب احنا كده خلصنا الحصة بتاعتنا ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة بظهر الغيب لايك وشارع عشان الكل يستفيد السلام عليكم